اعزائي الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هندرس مع بعض النهاردة الدرس الاول في الوحدة الخمسة تاريخ للصف الاول الاعدادي الدرس بعنوان الحياة السياسية تعالوا مع بعض نتعرف على مظاهر قيام الحضارة المصرية القديم العوامل اللي ساعدت المصر القديم على ان يقوم ويعمل اعظم حضارة في التاريخ قال لي عندي اول حاجة عندي عوامل قيام الحضارة اول حاجة عندي نهر النيل لساعد المصر القديم على ان هو يقيم اعظم حضارة في التاريخ ويقعد ويستقر تاني حاجة عندي الموقع المتميز موقع مصر بنا سبحانه وتعالى انعم مصر بموقع متميز ساعد المصر القديم على ان هو يتاجر ويأتجارة ساعدة الانسان المصر القديم على قيام الحضار تالت حاجة المناخ المعتدل ربنا سبحانه وتعالى انعم على مصر مناخ معتدل ميزها عن بقية الدول كمان عندي رابح حاجة الطبيعة الغنية بمواردها المتنوعة احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر في ارضها الكتير من المعادن والكتير من الاثار والطبيعة الخلابة كل هذه العوامل الطبيعية ساعدت المصر القديم على ان هو يقوم باعظم حضارة في التاريخ طب لو انا عندي نهر النيل وعندي مناخ معتدل وعندي موقع متميز وعندي معادن واصار ومعادن وصخور في باطن الارض وما عنديش انسان يستغل كل هذه الموارد في ان هو يقيم الحضارة هل هنقدر نعمل حضارة؟ قليلا كمان قيام الحضارة زي ما كان محتاج عوامل طبيعية كمان كان محتاج عوامل بشرية وهو الانسان عندي هنا في مصر انسان بيحب وطنه بيحب بلده استغل كل هذه الموارد وادى الى قيام الحضارة المصرية القديمة يجينا لنا سؤال ويقول ما هي عوامل قيام الحضارة المصرية القديمة هقول له عندي عوامل طبيعية وعندي عوامل بشرية هقول له العوامل الطبيعية وهو نهر النيل اتنين المناخ المعتدل تلاتة الموقع المتميز اربعة الموارد الطبيعية الى جانب كمان ان انا عندي عوامل بشرية وهي وجود الانسان المصري القديم واستغلاله لكل هذه الموارد طيب تعالوا مع بعض بقى ندرس النهاردة مظاهر الحضارة المصرية القديمة هندرس مع بعض النهاردة اول حاجة عندي وهي الحياة السياسية تعالوا نعرف مع بعض يعني ايه حياة سياسية حياة سياسية يعني نظام الحكم والسلطات اللي موجودة في المجتمع عشان يدروه وينظموا العلاقات ما بين الافراد يعني ايه يعني احنا عايزين نعرف مين السلطات اللي بتحكم مصر الفرعونية نظام الحكم اللي كان سايد في مصر الفرعونية يعني هنتكلم عن حياتهم السياسية يبقى ما المقصود بالحياة السياسية هنقول هي نظام الحكم والسلطات اللي موجودة في المجتمع علشان تديره وتنظم العلاقات ما بين الأفراد يجي لنا السؤال بشكل تاني ويقول لي اكتب ما يتشير إليه العبارة نظام الحكم والسلطات الموجودة في المجتمع لتنظيم علاقاته هنقول ده تعريف الحياة السياسية عايزين نعرف أن أنا عندي مصر منذ فجر التاريخ وإن عندي مصر هي دولة قوية ماشية على نظام ثابت إحنا عارفين أن قبل ما مينة ما يوحد البلاد كانت مصر عبارة عن أقاليم وكان لكل إقليم حاكم بيحكمه بعد ما مينة وحد البلاد بدأ عندي نظام الحكم بقى اللي موجود نظام ملكي يجينا هنا سؤال أكمل بدأ حكم مصر بحكم نقط هنقول بحكم الأقاليم وانتهى بحكم نقط هنقول بحكم ملكي يجي يقول لي صحة ولا غلط ساد مصر القديمة النظام الجمهوري صحة ولا غلط هنقول لأ النظام الملكي طيب تعالوا مع بعض نتعرف على أول عناصر الحكم اللي بتحكم مصر زمان هو الفرعون أو الملك تعالوا نتكلم عن أول عنصر بيحكم البلد وهو الفرعون أو الملك تعالوا مع بعض نتعرف أكتر مين هو الفرعون قال لي الفرعون هو رمز وحدة البلد الفرعون هو الملك المقدس الفرعون هو صاحب النفوذ المطلق يعني ايه كل ده قال لي الفرعون كان بيجمع في إيده سلطتين سلطة دينية وسلطة دنيوية لأنه كان في نظرهم هو اللي بيحكمهم وبيدير شؤونهم فدي اسمها سلطة دنيوية طب ايه ميس السلطة الدينية دي الفرعون كان بالنسبة لهم هو الملك المقدس هو ابن الإله اللي يجب على كل المصريين أنهم يطعوا يبقى تاني مع بعض نقول لي مين هو رمز وحدة البلاد هتقولي لي الفرعون طيب يجي يقول لي من هو صاحب النفوذ المطلق في مصر هنقول برضو هو الفرعون تعالوا مع بعض يجي يقول لي هنا سؤال بما تفسر كان الفرعون في مصر القديمة هو صاحب النفوذ المطلق هتقول لي لأنه يجمع في يده سلطتين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية طيب يجي يقول لي صحة ولا غلط يجب على كل المصريين طاعت الفرعون صحة ولا غلط هقول له صحة تعالوا مع بعض نتعرف أكتر على إيه هي مهام الفرعون يعني إيه هي وظيفة الفرعون قال لي أول حاجة عندي الفرعون كانت وظيفته أن هو بيقود الجيش الجيش بيقوده ويبدأ يدافع به عن البلاد اتنين الفرعون كان بيقيم العدل بين الناس لو فيه أي يبدأ هو اللي يحط القوانين اللي هتمشي عليها الدولة كمان الفرعون كان بيوفر لشعبه كل وسائل الحياة الكريمة يبقى ما يجي يقول لي كده ما هي مهام الفرعون هقول له الفرعون بيقود الجيش وبيدافع عن البلد اتنين الفرعون بيقيم العدل بين الناس تلاتة الفرعون بيوفر لشعبه وسائل الحياة الكريمة وكل حاجة محتاجها شعب لما زادت الأعباء والمسئوليات على الفرعون وبدأ الشغل يزيد عليه والأعباء والمسئوليات قال أنا لازم أختار حد يساعدني في أن أنا أدير البلد بدأ يختار من الوزير فبدأت تظهر وظيفة أو منصب الوزير وده تاني واحد هيحكم معايا مصر وهو الوزير يقول لي بما تفسر هي ليه ظهر منصب الوزير في مصر القديمة هقوله لما زادت الأعباء والمسئوليات على الفرعون اختار ليه وزير يساعده في إدارة البلد طب تعالوا نعرف كده أي حد كده هجيبه من عمّة الشعب وقوله أنت هتمسك الوزير قال لي لا كان الفرعون دايما بيختار لإما أحد أبنائه لإما كان بيختار واحد من الأسرة الملكة يبقى بنقول كان الفرعون بيختار أحد أبنائه أو واحد من الأسرة الملكة يدي له منصب الوزير طيب الوزير لازم يبقى فيه صفات علشان أختارك وتبقى وزير إيه الصفات اللي أنا محتاجاها عشان يكون تمسك منصب الوزير قال لي حسن السيرة أن سيرته تبقى كويسة وأعماله كويسة اتنين العدل لازم يبقى بيعرف يعدل بين الناس الحكمة إيه كمان العلم الخلق الطيب الخبرة الوسعة لازم يبقى عنده خبرة عشان يساعد الفرعون في إدارة البلد طيب تعالوا نعرف كده نقول بقى تاني يجي يقول لي ما هي مهام الوزير إيه مهمة الوزير الوزير ده كان بيعمل إيه هنقول أنه كان بيساعد الفرعون في إدارة البلد كمان الوزير كان بيرأس الإدارة المركزية ونعرف دلوقتي بالتفصيل يعني إيه كلمة إدارة مركزية يبقى مين رئيس الإدارة المركزية إدارة المركزية هنتعرف عليها دلوقتي عامنا زي الوزارات دلوقتي مين اللي كان رئيس الإدارة المركزية، هنقول الوزير هنجمع بعض تاني الوزير يقول لي إيه الصفات اللي يجب توفرها في منصب الوزير هنقول العدل، هنقول العلم، هنقول الخبرة، هنقول الحكمة، هنقول أن يكون ذات خلق طيب نجي يقول لي ما هي مهام الوزير، هقول له مهام الوزير كان بيساعد الملك في إدارة شؤون البلد اتنين كمان كان بيرأس الإدارة المركزية يجي يقول لي بما يتفسر ليه ظهر منصب الوزير أقوله لما زادت الأعباء والمسؤوليات على الفرعون اختار لي وزير يساعده بس الفرعون أو الملك والوزير بس هما اللي بيحكموا قال لي لا كمان بيساعدهم حكام الأقاليم احنا عارفين ان حكام الأقاليم زي ايه دلوقتي زي المحافظ كده طيب احنا عارفين ان قبل ما مينة ما يوحد البلاد كان ان انا عندي مصر كانت مقسمة إلى أقاليم وكان لكل إقليم حاكم صح يبقى مين كان بيحكموا زمان قبل الوحدة حكام الأقاليم حيث ان مصر كانت مقسمة إلى عدة أقاليم وكان لكل إقليم حاكم النظام ده بسميه الإدارة المحلية النظام ده بسميه ايه بسميه الإدارة المحلية طيب تعالوا نعرف بقى بعد كده لما مينة وحد البلاد ومصر بقت بلد موحدة يا ترى الفرعون هينزل يحكم كل إقليم قال لي لأ بدأ يختار حكام الأقاليم ويقوله انت هتحكم الإقليم ده نيابة عني فأصبح بقى حكام الأقاليم بعد وحدة البلاد حكام الأقاليم كان مين اللي بيعينهم الفرعون يبقى نقول تاني قبل وحدة البلاد كان في نظام الإدارة المحلية بعدما البلد توحدت بقى مين اللي بيعين حكام الأقاليم بنقول الفرعون تعالوا مع بعض نعرف حاكم الاقليم ده بيعمل ايه وظيفته ايه قال لي اول حاجة عندي انا بنوب عن الفرعون في ادارة الاقليم ماشي كمان انا لازم احفظ الامن في الاقليم بتاعي وحافظ عليه لازم احفر الطرع في الاقليم بتاعي عشان ازود الزراعة كمان لازم اخزن الغلال يعني اخزن الغلال الغلة اللي هي المحصول يبقى ما يجي يقول لي كده بما يتفسر ليه ظهر منصب حكام الاقليم او ايه هي مهمة حكام الاقليم هقول لي واحد بينوب عن الملك في ادارة الاقليم اتنين بيحفر الطرع تلاتة بيحفظ الامن في الاقليم اربعة بيخزن الغلال طيب تعالوا مع بعض بقى نتكلم سؤال اكمل ويجي يقول لي كان حكام الاقليم بعد الوحدة بيعينوا بوسطة نقط هقول له بوسطة الفرعون طيب كده احنا قلنا مين عناصر الحكم اللي بتحكم قلنا الفرعون بعدين بيساعدوا الوزير بعدين بيساعدهم كمان حكام الاقليم رابع حد بيحكم معايا مصر وهم الادارة المركزية نفتكر كده مع بعض كنا قيلين مين اللي رئيس الادارة المركزية وبيمسك الادارة المركزية ورئيسها كنا قيلين برافو الوزير تعالوا نتعرف اكتر على الادارات المركزية قال لي إن أنا عندي الإدارة المركزية مين رئيسها الوزير ومعاه عدد من الموظفين هندرس مع بعض النهاردة خمس إدارات موجودة عندي في مصر القديم أول إدارة عندي هي إدارة الوصائق الملكية إدارة الإيه؟ الوصائق الملكية الإدارة دي يا ميسف تتكلم عن إيه؟ قال لي أي مرسوم بيطلعه الملك أو الفرعون أو أي قرار بيطلعه الملك أو الفرعون بيطلع مرسوم إن أنا هعين الموظف ده في الوظيفة دي هعين مثلا ده في المنصب ده هشيل ده أي قرار بيطلعه الملك وبيبقى مكتوب في مراسيم أو قرارات بتبقى المراسيم دي محطوطة فين؟ في إدارة الوصائق الملكية يبقى إدارة الوصائق الملكية خاصة بإيه؟ خاصة بالأوامر والمرسيم يعني المرسيم يعني القرارات اللي بيصدرها الفرعون بتعيين الوزراء أو تعيين الموظفين وهكذا يبقى أول إدارة عندي هي إدارة الوصائق الملكية يجي يقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة إدارة تختص بتعبيق الأوامر والمرسيم الملكية الخاصة بتعيين الوزراء والموظفين هتقول لي دي إدارة الوصائق الملكية تعالوا مع بعض نتعرف عندي على تاني إدارة وهي إدارة النسخ والمحفوظات الأصلية أي ورق أصلي وأي محفوظات أصلية بتاعت الفرعون كانت بتتحط فين؟ كانت بتتحط في إدارة الإيه النسخ والمحفوظات الأصلية يجي يقول لي سؤال اكتب ما تشير إليه العبارة إدارة تختص بحفظ الوصائق والمحفوظات الأصلية هتقول لي دي إيه؟ دي إدارة المحفوظات الإيه الأصلية طيب تعالوا نعرف بقى تالت إدارة عندي وهي إدارة الحقول من اسمها كده حقول يعني أنا مهتمة بالزراعة مهتمة بالري مهتمة بالترع برافو زي دلوقتي عندي وزارة الزراعة اسمها زمان كانت اسمها إدارة الحقول هي إدارة بتهتم بالزراعة من ري ومحاصيل وترع وهكذا يبقى يجي يقول لي سؤال إدارة تهتم بشؤون الزراعة والمحاصيل هتقول لي لي دي إدارة الحقول تعالوا مع بعض ناخد إدارة بعد كده الخزانة إدارة الخزانة من اسمها كده يعني هي مهتمة بالأموال بتاعة الدولة الأموال بتاعة الدولة الدولة بتصرف إيه الدولة إيه الإرادات اللي بتخش الدولة دي اسمها إدارة الخزانة إدارة الخزانة دي إدارة بتختص بموارد الدولة المالية طيب تعالوا نعرف الإدارة الخامسة ودي الإدارة الأخيرة وهي إدارة القضاء إدارة القضاء من اسمها كده يعني فيه محاكم وفيه مشاكل تمام يبقى إدارة القضاء هي بتختص بتشرف على المحاكم اللي بتحكم بين الناس يبقى الراجع كده مع بعض الإدارات احنا خدنا مع بعض خمس إدارات من بيرأس الإدارة المركزية دول بنقول الوزين أول إدارة عندي إدارة النسخ والمحفوظات اتنين إدارة الوسائق الملكية تلاتة إدارة الحقول أربعة إدارة الخزانة خمسة آخر إدارة عندي وهي إدارة القضاء تعالوا نعرف مع بعض مين اللي بيشتغل في الإدارات دي بيشتغل في الإدارات دي وظيفة مهمة جدا اسمها الكاتب أو الكتاب الكتاب كانوا بيشتغلوا في هذه الإدارة وظيفة الكاتب دي كانت عندي وظيفة مهمة جدا زي ما احنا ما شايفين صورته كانت محل احترام وتقدير عند المصريين القدماء لأن الوظيفة دي كان بيتم اختيارهم من الناس المتعلمة الوظيفة دي كانت بترقي صاحبها بعد كده لمناصب كبيرة جدا وعالية في الدولة يجي يقولي صحة ولا غلط كانت وظيفة الكاتب محل احترام وتقدير عند الفرعنة بما تفسر لوظيفة الكاتب كانت مهمة زمان ومحل احترام وتقدير كان بيتم اختيارهم من المتعلمين والوظيفة دي كانت بترقي صاحبها لبعد كده لمناصب عالية في الدولة زي ما اهتمينا وتكلمنا عن عناصر الحكم اللي بتحكم مصر زمان النهاردة هنتكلم مع بعض عن الجيش تعالوا مع بعض نتكلم مصر عشان تبقى دولة قوية لازم يكون عندها قسطول قوي لازم يكون عندها جيش قوي عشان اقدر احارب مصر عالصوري عشان اقدر احارب اي عدوه هيجي يحتل لمصر وقدر احمي بلدي سواء في البر يبقى عندي جيش سواء في البحر يبقى عندي قسطول تعالوا مع بعض نتكلم عن الجيش زمان في مصر القديم قال لي المصريين الكدماء بطبعهم مش دعاة حرب يعني ايه مصر مش دعاة حرب يعني ما كانوش بيميلوا للحروب هما كانوا بيحبوا جدا الحياة الهدية عندهم نهر النيل عايشين حياة مستقرة بيزرعوا بيبدأوا يعملوا حضارة يبقى صح ولا غلط المصريين الكدماء كانوا دعاة حرب هنقول طبعا غلط المصريين القدماء ما كانوش دعاة حرب بما تفسر هتقول لي لان هما كانوا بيحبوا الحياة الهدية قاعدينوا مستقرين عند نهر النيل وبيزرعوا وعشان يقيموا الحضارة المصري يبقى ما يجي يقول لي بما تفسر المصريين الكدماء لم يكنوا دعاة حرب هنقول لان ما فيش في حياتهم حاجة تدعوهم الى الايه الى الحرب عندهم نهر النيل عندهم الزراعة قاعدينوا مستقرين ولكن لما جوم الأعداء زي الهكسوس وزي الحيسيين وزي الأسيويين وبدأوا يهجموا وعايزين يحتلوا مصر بدأ بقى طبعا المصريين يكونوا جيش عشان يقدروا يدفعوا عن بلدهم فعلا قدر المصريين الكدماء ان هما يكونوا جيش قوي عايزين نعرف مع بعض ايه اهمية الجيش ده انا المصريين كونوا جيش ده ليه هنقول لي تلات اسباب واحد تحرير اتنين تأمين تلاتة تكوين نحفظ مع بعض كده واحد تحرير اتنين تكوين تلاتة تأمين تعالوا نعرف هنحرر هنحرر ايه هنحرر بلدنا من اي عدوة عايز يجي ويحتل مصر عشان كده انا كونت جيش قوي اتنين تأمين انا عايزة امن حدود بلدي علشان خاطر امنع اي عدوة من هو يجي ويحتلني تلاتة تكوين احنا عارفين ان احنا في الدولة الحديثة كان كل تفكيرنا ان احنا نعمل اقدم واول امبراطورية في التاريخ شملت مصر وبلاد الايه الشام يبقى ما يجي يقولي بما تفسر للمصريين القدماء كانوا مهتمين قوي بان هما يعملوا جيش نظامي وتكون اول جيش نظامي في عصر الدولة الحديثة وخدنا الكلام ده قبل كده وقلنا ان انا عندي ملوك الدولة الحديثة كانوا مهتمين قوي ان هما يعملوا امبراطورية كبيرة فتكون اول جيش نظامي في عهد الدولة نقط هنقول في عهد الدولة الحديثة طيب يجينا سؤال بما تفسر ليه تكون أول جيش نظامي في الدولة الحديثة قلنا علشان نحرر بلدي من الأعداء نكون أول إمبراطورية في التاريخ نكمان نأمن حدود مصر تعالوا مع بعض نتعرف الأسلحة اللي احنا استخدمناها زمان في الحروب وبدأنا نسلح بيها الجيش بتاعي قال استخدمنا الرمح استخدمنا الدرع استخدمنا الخنجر الأقواس وأهم حاجة عندي استخدمنا العجلات الحربية وقلنا إن احنا خدنا العجلات الحربية من الهكسوس لما جوموا احتلوا مصر طيب تعالوا نعرف بيقول المصريين دخلوا ابتكارات جديدة في الجيش ما كانتش موجودة وخدناها قبل كده أيام تحتمس التالت وقلنا إن هم عملوا إيه واحد اخترع المصريين حرب المفاجأة وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده في الدولة الحديثة اتنين تحتمس قسمني الجيش إلى قلب وجناحين كمان بدأنا نبني القلوع والحساء والحصان الحصون سوري بدأنا نبني القلوع القلاع والحصون كمان بدأ المصريين يقولوا إن احنا نبدأ نلبس الجنود في المعارك ملابس قصيرة يا ترى ليه علشان يبقى الحركة بالنسبة لهم سهلة في المعارقة يبقى من يجي يقول لي إيه اللي ابتكارات دللي على صحة العبارة أدخل المصريين ابتكارات جديدة في الجيش هنقول أيوة واحد هنقول اخترعوا حرب المفاجأة اتنين هنقول إن هم قسموا الجيش إلى قلب وجناحين هنقول تلاتة بدأوا يلبسوا ملابس قصيرة في الحروب وبنوا القلاع والقصور طيب تعالوا بقى آخر حاجة عندي في الدرس هنتكلم زي ما كان عندي جيش قوي عشان أبدأ أحارب أي عدوة هيخشيلي من ناحية البر هنتكلم إن أنا لازم يكون عندي برضو أسطول قوي عشان لو جالي أي عدوة من ناحية البحر عايزين نعرف الأول يعني إيه كلمة أسطول أسطول يعني أنا ببدأ أجهز مجموعة من الصفن متجهزة بالأسلحة ومتجهزة بالعساكر وهكذا بنبدأ نحط الصفن دي على البحر علشان أي عدوة جاي يخشيلي من ناحية البحر يلاقي الأسطول وقفله يبدأ يصده ويمنعه من احتلال مصر يبقى أنا عندي تعريفي النهاردة يقول لي من مقصود بالأسطول هقول للأسطول هو عدد من الصفن المجهزة لصد العدو اللي جاي يدخل مصر من ناحية إيه؟ البحر طيب تعالوا نعرف عملنا أسطول وكونا وحطناه على البحر إيه أهمية الأسطول ده؟ الأسطول اللي أنا حطيته والصفن دي حامت لي سواحي المصر وموانيها منعت أي عدو من هو يجي يخشيلي من ناحية البحر يبقى أم يجي يقول لي هنا إيه أهمية الأسطول؟ هقول لي حماية سواحي المصر وموانيها يديني دليل إن أنا استعملت الأسطول ده قبل كده وفعلا مشيت ناس كانوا عايزين ييجوا ويحتلوا مصر فكرين رمسيس الثالث لما اتكلمنا عنه وقلنا إنه قدر إنه يطرد شعوب البحر المتوسط ويمنحهم من دخول مصر يقول لي دليلي على صحة العبارة أهمية الأسطول المصري هقول له الدليل على كده إن رمسيس الثالث قدر بالأسطول ده إنه هو يطرد شعوب البحر المتوسط وبكده يبقى أنا انتهيت من درسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته